في الدرس اليوم سوف نتحدث عن Methods في Java أو Object-Current-Hitling Programming Methods لديه عدد تسميات يمكنك السماع في بعض الأحيان يسموهن members أو ربما في بعض الأحيان يقولون function ولكن نفس المفهوم Methods معنى بالعربي يمكنك اعتبارها وظيفة أو مهمة بالاختصار يمكنك اعتبار أن Methods يكون عبارة عن مهمة تقوم بإنشاية تقوم بتسميتها ودمنها تقوم بوضع أي عامل ترغبين تم تنفيذها عندما تقوم باستدعاد تلك المهمة هذا هو كل شيء بكل تأكيد هناك Methods جائزة تم برمجته من قبل الآخرين سوف تجد كثير منها عندما تقوم باستخدام المحتوى الآخرين وإذن Methods الذي يمكنك بنفسك بإنشائهم أيضا هناك نوعان من Methods النوع الفويت وظيفتها هو التنفيذ أي عامل تقوم بتحديدها دون إعادة أي شيء فقط يقوم بالتنفيذ الهوامل الذي يتواجد من Methods بالنسبة لنوعية Return النوعية التالية عندما تقوم باستدعام Methods من نوع Return ويقوم بالتنفيذ الهوامل الذي يتواجد من Methods ولاحقا يقوم بإعادة قيمة والقيمة يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك ماذا ترغب بقيام بها على سبيل المثال لعرضها أو لقيام بشيء آخر وعكس اللغات البرمج الأخرى في جافة أيضا يوجد لديك Methods من نوع Static ونون Static المثال الذي يكون من نوعية Static يعني معنى بالعربي السابق يمكنك عدم اهتمام بالمعنى بالعربي والنوع الذي يكون ليس من نوع Static سوف يقول بعضا منكم ما هو الفرق بين الاثنين بالاختصار إن كنت ترغب بإنشاء وظيفة وتتمكن من وصول إليها بكل سهولة دون حاجة إلى إنشاء أي Class Object فيمكنك أن تقوم بجعل المثال من نوع Static يمكنك جعل المثال من نوع غير Static يمكنك ترغب بإستدعام المثال عبر Class Object في Methods من نوع Static أو في كلاسات الأخرى نقطة أخرى مما دمن Methods من نوع Static يمكنك وصول إلى المثال من نوع Static ولا يمكنك وصول إلى المثال ليس من نوع Static بطريقة مباشرة إذا كنت ترغب دمن Methods من نوع Static بإستدعام Methods من نوع غير Static يمكنك أن تقوم بإنشاء Class Object ولاحقا يمكنك أن تقوم بإستدعام ذلك المثال الذي يكون من نوع غير Static بالنسبة المثال الذي يكونون ليس من نوعية Static فيمكنك دمنها بوصول إلى المثال من نوع Static وغير Static بالطريقة مباشرة في حال كان يتوجود في نفس الكلاس عبر تحديد المثال الذي سنرغب بإستدعائها هذه هي أهم النقاط بين الاثنين أتمنى أن يكون الآن أصبح واضح بالنسبة لكم ما هو Methods وأيضا ما هي الأنواع Methods مثل ما قمت الآن بشرح لكم وأيضا ما هو الفرق بين Methods من نوع Static ونون Static لنبدأ الآن بشرح لكم كيفية إنشاء Methods في جافا إذا كنت ترغب بإنشاء Methods يقوم فقط بتنفيذ الوامل دون يعود أي قيمة يمكنك أن تقوم بكتابة العمل فويت فراغ ألا نقوم بتحديد اسم للميثود لكد لاحقا من خلال ذلك الاسم نتمكن من تحديد أي ميثود نرغب بإستدعائها عند حاجة إليه القوانين لإنشاء اسم Methods هي نفس القوانين لإنشاء اسم المتغيرات في إجافة لنفتريد أرغب بالتسمية المتغيرات على سمسال Print Message أطبع رسالة بعد تقوم بتحديد الاسم كل ما عليك أن تقوم بإنشاء الأقواس ثم الأقواس المعقوفة بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإنشاء Methods من نوعية Void لنفتريد أرغب على سمسال عندما يتم إستدعاء المتغيرات التالية بالتنفيذ الأمر التالي على سمسال أرغب بطبع الرسالة هي From Method أو أي شيء يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أي أوامر جافة ترغب بأن يتم تنفيذها عندما يتم إستدعاء المتغيرات التي قمتها بإنشاءها بالنسبة للمتغيرات من نوع Return كيفية إنشاءها لنفتريد أرغب بإنشاء وظيفة يقوم بتنفيذ أي أوامر يتواجد منها ولاحقاً يقوم بيعادة بيانات كيفية إنشاءها سهلة جداً في البداية يجب عليك أن تقوم بالتحديد النوع البيانات التي ترغب بأن يقوم بيعادة لك المتغيرات لنفتريد أرغب بأن يقوم بيعادة لنا بيانات من نوع النصي إذا نقوم بتحديد النوع البيانات string ثم فرغ ثم نقوم بتحديد الاسم المتغيرات لنفتريد أرغب بإنشاء ميتغيرات يقوم بيعادة الاسم ضمن المتغيرات يمكنك أن تقوم بتحديد أي أوامر يتم تنفيذها ولاحقاً تقوم بكتاب تلامة يعني نقوم بيعادة ثم نقوم بتحديد أي بيانات ترغب بيعادتها عندما يتم إستدعاء المتغيرات التالي في مثال حالي المتغيرات يتوقع بأن يقوم بيعادة بيانات من نوع النصي لنفتريد أرغب بيعادة البيانات التالية قم بتحديد نفسك أي بيانات المهم أن تفهم المفهوم إذن الآن تعلمت كيفية إنشاء ميتغيرات من نوع return من نوع الذي يقوم بيعادة بيانات عندما يتم إستدعاءها الآن سوف أتحدث عن StaticMethods وNonStaticMethods بالاختصار سوف أتحدث عن وظيفة الأمر التالي عندما تقوم بإنشاء ميتغيرات يمكنك أن تقوم بإضافة هنا في البداية الأمر Static سوف يتسال بعضاً منكم ما هو الفرق بين إضافتها وعدم إضافتها عندما تقوم بإضافة Static أول ميزاتها دمنا أي ميتود أو أي كلاس يمكنك بسهولة بوصول إلى الميتود لإستدعائها في مثال حالي قمت بوضعنا Static ليجعل الميتود التالي الآن دمنا كلاس التالي الذي قمنا بإنشاء ميتود دمنا بكل سهولة في أي ميتود يمكننا نقوم بإستدعاء ذلك الميتود لأنها من نوع لإستدعاء دون حاجة إلى إنشاء ClassObject إلى آخره لنقوم بالتجربة مثل ما تشاهي قام بإستدعاء الميتود الذي قمنا بتحديدها وقام بتنفيذ الأوامر الذي قمنا بوادها دمنا أن نحن نطلبنا بأن يقوم بطبع لنا النص التالي إذن هذه هي أول ميزات الميتود من نوع Static وفي كلاسات الأخرى التي يتواجهون في نفس الباكتش يمكننا بكل سهولة بوصول إلى الميتود الذي يكون من نوع Static ضمن الكلاس الذي نقوم بتحديده عبر تحديد الاسم الكلاس في البداية ثم نقوم بتحديد الميتود الذي نرغب بإستدعائها بهذه السهولة بشكل التالي في وقت الحالي يتواجه في نفس الكلاس لذلك حتى إذا لم نقوم بوضع جزء التالي سوف يعمل ولكن في حالة ترغب بإستدعاء ذلك ميتود من خلال كلاس آخر ينسح بأن تقوم بوضع الاسم الكلاس الذي يحتوي على الميتود ثم نقطة ثم تقوم بتحديد الميتود الذي ترغب بإستدعائها طيب بالنسبة للميتود الذي يكونون ليس من نوع Static شاهد في حالة إذا طلبتوا بإستدعاء الميتود التالي هنا دمنا ميتود من نوع Static وأرغب إستدعاء ميتود من نوع ليس من نوع Static فإن اجتماع في تلك الشكل ثم library فهذا استغل Alberts هذا يعني بإستدعاءة ميتود من نوع Static لا يمكنك بطريقة مباشرة بإستدعاء ميتود من نوع غير Static دمنا ميتود من نوع غير Static في حالة يتوجه في نفس الكلاس يمكنك بإستدعاء من نوع Static مدون أي مشكلة ولكن العكس لا يمكنكada القيام بذلك كيف يمكنك إستدعاء ح Scandinavian غير Static دمنا ميتود من نوع Static يمكنك عبر انشاء class object من نوع class الذي يتواجد ذلك الميتود الذي يسترغب باستدعيها في مثال حالي من نوع class ونقوم باستدعاء الميتود بكل سهولة عبر class object مثلا متشاهدت اختفى الخطر في مثال حالي الميتود التالي يقوم بيعاد بينات ولا يقوم بطبع أي شيء لنقوم بالتجربة بالطبع البيانات التي يقوم بيعادها لنا الانشاء هل سوف يقوم بطبع لنا القيمة التالية او لا مثل ما انت شاهدت ايزا الان تعلم تكيفية استدعاء ميتود من نوع non static ضمن ميتود من نوع static في كلاسات الاخرى نفس المفهوم يمكنك ان تقوم بإنشاء class object وتقوم باستدعاء الميتود من نوع non static بكل سهولة بالشكل التالي نقطة اخرى عندما تقوم بإنشاء methods هنا ايضا يمكنك ان تقوم بإنشاء متغيرات وعند استدعاء الميتود تقوم بتحديث قيم لتلك المتغيرات هذا الشيء ايضا ممكن ولا حقا يمكنك ان تقوم به تحديب نفسك ماذا ترغب بقيام بتلك البيانات لناخذ مثلا لنختارت هنا ارغب بإنشاء متغير من نوع بيانات النصي ارغب على سمسة بالتسمية message وان كنا نرغب بإنشاء مزيد من المتغيرات نقوم بوضع فاصل ثم متغير الاخر عندما تقوم بإنشاء متغيرات بشكل تالي يسمى object-oriented programming arguments أو parameters او هكذا الشيء مثل ما تشاهد في وقت الحال يتم عرض لنا خطأ يقول الميثود التالية توقع مننا ان نقوم بالتمرير بيانات الى المتغير الذي قمنا بإنشاء هنا في مثال الحالي نحن نطلب بيانات من نوع نصيذ ونقوم بتحديد بيانات من نوع نصيذ على سبيل المثال ارغب بالتحديد القيمة التالية على سبيل المثال hey from mind او ايه شيء اخر وهنا لاحقا يمكن ان نقوم بالتحديد بنفسنا ماذا نرغب بالقيام على سبيل المثال ارغب بالطبيع هذا الشيء ايضا ممكن لنقوم بتجمع مثل ما تشاهد طب ايضا يمكنك ان تقوم بتحديد كيفية وصول الى المثال على سبيل المثال تقوم بوضع في البداية وضع العام وصول عام الى المثال او protected او private الى اخر سوف تتعلم وظيفهم في الدروس القادمة لا تقلق ابدا لقد تحدثوا موزة قليلة عن الوظيفة الجائزة في الجافة طب هناك الاف وظيفة الجائزة في الجافة بشكل افتراضي او في مكاتب الجافة قام الاخرين ببرمجاتها لناخذ مثلا في جافة جوجة كثير من المكاتب على سبيل المثال مكتبه يسمى local date او كلاس يسمى local date دمنها يتواجد كثير من وظيفة الجائزة على سبيل المثال وظيفة الجائزة يسمى now يتواجد من كلاس التالي من خلالها يمكن لنا حصول على التاريخ الحالي وقت لاحظ المثال نو يكون من نوع static يتواجد في كلاس local date لنقوم بالتجربة مثل ما تشاهد طبعا الكلاس التالية من المكتب التالي في الجافة وايضا يوجد كثير من ميتوس الجائزة قام ببرمجة ببرمجة على سبيل المثال وظيفة التي يمكن استخدامها لتعامل مع النصوص على سبيل المثال اذا قمت بهذه النقطة سوف تشاهد ان هناك كثير من الميتوس يمكنك تقوم باستخدامها مع النصوص وايضا يوجد كثير من الميتوس الجائزة لأجل أمور الأخرى على سبيل المثال الذي من خلاله يمكننا حصول على طول النص المحدد لنقوم بالتجربة مثل ما تشاهد يقول يتكون من أربع أشكال نعم بالفعل أتمنى أن يكون كل شيء كان واضح بالاسم لكم أراكم في الدرس القادم لكننا تعلم مزيد إلى اللقاء